الامومة بين الطفل الاول والثاني الكساء الطفل الاول الطفل الاول الابن البكري اوش الافص اسماء كثيرة تطلق على الصغير الاول لانثى الانسان فور تأكدها من الحمل بالطفل الاول تهتم بشكل مبالغ فيه بكل التفاصيل الشراشفة الملونة البافتات التافهة والببرونا اما مع الصغير الثاني المسكين فبقرب وصوله وانضمامه الى القطيع تتراجع نظرة انت الانسان السطحية للامور بشكل مفاجئ وتبدأ في التمتع بنظرة اكثر عمقى الحس الامني الطفل الاول عندما تضع صغيرها الاول تبدأ انت الانسان في تطوير حسة السمع لديها بشكل منحوظ فهي تبدأ في التقاط ادق الهمهمات والذذبات والاهتزازات القادمة من المصدر فتستشعرها بحسسية فائقة وتلتقطها وتحرم من النوم معظم الوقت يعنمها أما الطفل الثاني فالأمر يختلف عدو عدو هاي موت نفسه من عيام اعوار بها دي الله يا حماد يا حبيبي هل تسمعني يا بابا؟ عاو يلا حبيبي حط التتينة في بقك يا باب حطتها سلام يا حبيبي ماما يقضي عادة الصغير الأول لأنت الانسان أعوامه الأولى من حياته ملتصقا بأمه ولذا يكون اسمه العلمي في مرحلة ما قبل الانفصال هو الأوهو أو سوبر جلوب تمتد تلك الفترة حتى تزداد قواه بما يكفل الخروج للبيئة الأم أو الحضانة ويكون لذلك أثرا بالغا على اتزان الأم النفسي والعاطفي ما هو الطفل الأول بقى ويوصي خبراء الإنسان بعدم الاقتراب منها في حال رؤيتها في مرحلة الانفصال الأولى يعني بعد عنها أحسن لك الانفصال الطفل الثاني أما الانفصال عن الطفل الثاني فهو أمر آخر خير ما يأكل ولا ما يأكلش أنا ما لا أنا وبعدين أنا قلت أن النمر دي للطوارق بس والطوارق يعني دم ومن أروع ما يميز أنثى الإنسان أنها تشعر بالأمومة المتدفقة تجاه صغيرها في لحظات الخطر ولذلك فقد رصدنا لكم إدارة الأزمات الطفل الأول البنت بلعب بزرة عينها الحقوني يا ناس الحقوني البنت عدد مني الحقوني يا ناس إدارة الأزمات الطفل الثاني إنت بلعت جنيه فضة تاني؟ الجنيه ده مخصوم من مصروفك اتفضل قمشي من قداني اطلع بره بره غور امشي اتفضل قمشي من قداني اتفضل قمشي من قداني اتفضل قمشي من قداني